بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الأعزاء في مقرر Machine Elements Design 1 نستكمل معاً شابتر 13 البلدس وبنشوف إزاي بنحسب الفلسطي ريشيو أو نسبة التخفيض في السرعة أولاً بيبقى عندنا البرامترز دي دي واحد و دي اتنين بتمثل قطر القائد والمنقاط قطر البكرة واحد و قطر البكرة اتنين N1 و N2 بتمثل Speed اللي هي بالRPM للبكرة واحد والبكرة اتنين V بتمثل Linear Speed بالMeter Per Second و طبعاً لو لاحظنا أنه Linear Speed هنا طبعاً فيه سرعة دورانية N1 وهنا فيه سرعة دورانية N2 لكن بالنسبة للسرعة الخطية اللي هي V هنلاحظ أن أي نقطة على السير هنا سرعتها الخطية هي نفس السرعة الخطية هنا هي نفس السرعة الخطية على البكرة التانية يبقى على البكرة واحد السير في حر على البكرة اتنين السرعة الخطية واحدة عشان كده هنعتمد على ان V1 يساوي V2 بفرد ان نو سليب او لا يوجد انزلاق على ما بين السير و ما بين البكرة هناخد العلاقة دي و نعود طبعاً V1 بتساوي باي دي واحد N1 على ستين و كذلك V2 باي دي N2 على ستين طبعاً البي هنا ثابت والستين ثابت يروحوا مع بعض يتبقى لي العلاقة دي و منها هاخد N2 على N1 تساوي دي واحد على دي اتنين وهي دي علاقة السرعة اللي بنقول ان هي بتساوي نسبة التخفيض I هنلاحظ هنا طبعاً ان فيه تناسب عكسي ما بين الاتنين بمعنى انه البكرة كل ما بيزيد القطر بتاعها كل ما بيقل سرعة الدورة و طبعاً على هذا الاساس اما ان انا اعمل تخفيض في السرعة او زيادة في السرعة لحسب التطبيق اللي عندي او الاحتياج اللي انا محتاجه طيب لو عندي بقى مثلاً مجموعة compound بالشكل ده كده يعني بكرة واحد بتدي البكرة اتنين وبعدين راكب هنا بكرة تلاتة تدي البكرة اربعة و خمسة يدي الستة وهكذا طبعاً مش هاقود اعمل الكلام ده وكرروا فبقول ان فيه علاقة واحدة هي عبارة عن اي speed of last driven اخر driven عندي و اللي يكون هنا اربعة اللي هو ياخد الرمز N4 على speed of first driver الفirst driver عندي اللي هو N1 يبقى N4 في البست على N1 اخر واحد على اول واحد يساوي product of diameter of drivers حاصل ضرب الاقطار القائدة القائد هنا مين عندي واحد قائد و ثلاثة قائد واحد بدي الاثنين و ثلاثة بدي الاربعة يبقى ده واحد و ثلاثة قائد يبقى ده واحد و ثلاثة قائد يبقى ده واحد في ده تلاتة دي اثنين في دي اربعة و من هنا بمعلومية مثلا N1 والاقطار كلها اقدر اطلع N4 في خطوة واحدة ده طبعا نحن نقشناه بفرد عدم وجود انزلاق في السير الانزلاق بيحصل ما بين السير والبكرة فلو افترضنا ان S1 بتبين ما بين القائد و ما بين البكرة السير و ما بين البكرة القائد و S2 يبين الانزلاق ما بين البلت السير و ما بين البكرة او المنقادة S الكلية بتساوي S1 زي S2 وبالتالي هضيف للجزء بتاع الاقطار ده هو القوز ده اللي هو بيحتوي على واحد ناقص S على مية لانه طبعا بيديني دايما اللي سليب ده هوت كنسبة مقاوية وبكده ننتهي من الجزء ده و نستكمل في الدرس القادم ان شاء الله